اشتركوا في القناة ولكن هذه المرة سيكون شيئا جديدا لأن طريقة الرسم مختلفة إذن الآن هيا نبدأ بتشكيله مباشرة نعم سنقوم بتشكيل إنسان ولكن أولا نجهز طبقا معدى لاستخدام لمرة واحدة ثم نحاول قص هذا الجزء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ويرجى تقليم الحواب بشكل خفيف ثم سنقوم بتلوين الوجه ترجمة نانسي قنقر نرسم العينين أولا وبعد ذلك نقوم بالتلوين ترجمة نانسي قنقر 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 ثم نلون الشعر ونرسم الحاجبين والأنف والثم ترجمة نانسي قنقر 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 بعد الرسم نقصهم بالمقص ثم نلسقهما في الجانب الخلفي من الوجه نمسك مكان الأذنين ونقلبهما ثم نلسق بالشريط اللاصق العادي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي اجد هكذا اكتمل الولد ثم نجهس طبقا معدن للاستخدام لمرة واحدة ثم نقصه بنفس الطريقة التي قصصنا بها قبل قليل إذا لا يمكن القص بشكل جيد يمكنكم القص قطعة بقطعة اشتركوا في القناة ثم كقبل قليل نرسم الشعر ثم نرسم العينين أولا اشتركوا في القناة 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 هكذا نرسم الوجه هكذا نرسم الوجه ثم نرسم الشعر على هذه الورقة ونقوم بقصه نضعه على الورقة ونحدد مقاس الشعر اشتركوا في القناة 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 يا اعزائي هكذا اكتملا كل شيء كيف كانت محاضرة اليوم؟ للأسف الشديد محاضرة اليوم هي المحاضرة الأخيرة من الجيد أن تقوموا يا أصدقائي بالأنشطة بشكل حر بمحتويات المحاضرات التي تعلمناها معا ليس بالأدوات التي تعلمناها فقط في وقت الرسم ولكن ابحثوا عن الأدوات فيما حولكم وارسموا بحرية لقد جهزت للقيام بالأنشطة المتنوعة معا فما رأيكم؟ اكان هذا ممتعا؟ تطلعوا للقادم يا أعزائي سأجهز أنشطة أفضل وسآتي لكم إلى لقاء قريب مع السلامة ترجمة نانسي قنقر